نتوجه جميعا بخالص وحار الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يمنى على الصديق العزيز والكاتب الصحفي والإعلام المتميز الأستاذ خالد توحيد رئيس القناة والكاتب الصحفي ورئيس تحرير الأهرام الرياضي السابق أن يمنى الله عليه بالشفاء بعد أزمة قلبية عنيفة دهمته اليوم يرقد على إثرها في مستشفى أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة والحقيقة بشمهندس خالد كان بيصلوا الظهر في النادي يعني بيصلوا الظهر في النادي في الركعة الثانية حصلت الأزمة العنيفة جدا لطف الأقدار ورحمة ربنا أن المستشفى القريب من النادي مباشرة مستشفى المعلمين فعلى الفور تم التعامل بالإسعافات السريعة مع الحالة وتم نقل الأستاذ خالد التوحيد للمستشفى الحالة تحتاج إلى دعوة أو دعاوة دعاوة كل الناس المخلصة والمحبة أن ربنا سبحانه وتعالى يمنى عليه بالشفاء العصر كده لقيت تليفونات من شخصية ما عرفهاش أحمد حامد أحمد حامد في الآخر قلت لا ده شخص مصر لازم أرد فرديت فقال لي أنا باش موان سعاد لي من أمن مستشفى المعلمين وليت من واجبي أن أنا أقول لحضرتك حالة خالد وتوحيد وحكا لي أن يعني الحقيقة وقتنا وقال لي أن الدكاترة كمان أثنوا على دور الإسعاف المقيم في النادي الأهلي في إسعاف تعامل مع الحالة على طول ونقلها يعني مش عايز أوصف الحالة المزعجة اللي كان منقول عليها ربنا يديله الصحة الزميل العزيز خالد عشان ما زعجش كمان الناس محبيه وأهله لكن المهم من القلب عملوله التدخلات والصدمات الكهربائية استجاب وحركة وهو الآن في العناية المركزة خالد من الذين يصرفوا على أنفسهم يثقل على نفسه كثيرا يعني يتعامل مع كل شيء بعطفة وانفعال و ما بقولش أنه ده السبب لأنه إذا كان ده السبب كلنا يا ذا الرجل إنما هي مشيئة الله وبإذن الله ربنا عديه على خير ويرجع معافة بكامل موفور الصحة إن شاء الله ويرجع نناكف بعض تاني بإذن الله في القناة هنا خالد من الإعلامين الكبار الكبار صديق العلم والنكحة والشخصية والاتزان والحياة والنظافة اليد والنظافة اليد ويمكن عشان كده هو بيشد شوية الناس النقية دي بتبقى مش مستحملة بعكاكة حواليه فربنا يشفي يا رب ودعوات كل الناس له بالشفاء الحياة في الأزمة دي لقى جنبه وحواليه كل الناس عايزوا لكم إنه كابتن محمود الخطيب فور ما وصل له الخبر جي من البيت بالترينج سوت ممكن حتى الناس اندهشت لأول مرة من بعد ما كابتن الخطيب اعتزل يشوفوه بالزير الرياضي الترينج سوت جاي من البيت مباشرة وكل السادة عضاء مجلس الدارة والكل كان موجود في المستشفى لساعات طويلة كابتن الخطيب يمكن علاقاته بإدارة المستشفى اتصل بأكتر من طاقم طبي متخصص في علاجات القلب وحضر أكتر من كونسولته للتعامل مع الحالة فربنا سبحانه وتعالى يعني يمد بكل العناية والرعاية الخالد بإذن الله ويكتاز هذه المعنى يا رب يا رب شاء الله